هذا واختتم منتدى حوار المنام 2024 عماله اليوم بعد عقد عدة جلسات ثرية ناقشت التحديات الأكثر الحاحن في السياسة الخارجية والدفاع والأمن في الشرق الأوسط وتطرقت الجلسة الخامسة ضمن فعالية المنتدى التي عقدت على مدى يومين إلى موضوع التفاعل بين الأمن العالمي وأمن الشرق الأوسط كما تناولت الجلسة السادسة التحديات الدفاعية في عالم معقد هذا واستعرضت الجلسة الختامية محور إلى أين يتجه التعاون الاستراتيجي الإقليمي عشرون عاما من الحوار عشرون عاما من التقاء القادة والمفكرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم تحت سقف واحد في مملكة البحرين حوار المنامة في نسخته العشرين لم يكن مجرد ملتقى بل كان مساحة لرسم معالم السياسات الأمنية والاستراتيجية التي تحدد ملامح المرحلة المقبلة أعتقد أنك تعرف أن هذا الحدث يحتفل بالذكرى العشرين لتأسيسه لقد أثبت حوار المنامة أنه يستحق أن يكون مكانا مركزيا لمناقشة المشاركين رفعي المستوى ومن المشاركين في المنطقة أعتقد أننا شهدنا مرة أخرى مشاركة كبيرة على المستوى الإداري والوزاري من المنطقة ومن أوروبا ومن جميع أنحاء العالم والعديد من كبار المفكرين الذين حضروا إلى هنا كما تعلمون واستمعوا وطرحوا أسئلة جيدة للغاية أعتقد أن حوار المنامة حقا اجتماعا مهما بسبب أن مملكة البحرين استطاعت أن تجمع العديد من القادة من مختلف الجهات الفاعلة والمهمة في النظام الدولي ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن أيضا في سياق الأمن ولهذا السبب المؤتمر مهم لما قدمه في مجال المناقشات الأمنية من على هذا المنبر تبادل القادة الرؤى والأفكار في جلسات حوارية عميقة عالجت التحديات الأمنية والاقتصادية والتكنولوجية مع التركيز على تعزيز الاستقرار والتنمية في ظل عالم مليء بالتحديات أكثر من خمسين دولة كانت حاضرة هنا ليثبت حوار المنامة أنه ليس مجرد مؤتمر بل منصة دولية تصنع فيها القرارات وتبنى فيها التحالفات حوار المنامة الأمني ويعتبر أهم الحوار أمني إقليمي على مستوى العالم للمرة العشرين تحتضن البحرين هذا الحوار لتعرف على ويهات النظر على الاستراتيجيات على الخطط التي تضعها الدول لتنفيذ أصل هدفها ومصالحها الأمنية على المستوى الإقليمي والعالمي وبالفعل هذا الحوار من هنا خرجت المبادرات الكبرى ومن هنا تعرفنا على استراتيجية الدول وخططها لحماية أمنها وأمن المنطقة ومن أهم القضايا بالحقيقة التي تمت منقشتها في السنوات الماضية وهذا العام بشكل أكثر تحديدا هي حماية الملاحة البحرية التي تعتبر البحرين لاعب إقليمي مهم في الحفاظ على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبالمندب أيضا القضية الأخرى المهمة هي التعاون متعدد الأطراف في قضايا عديدة منها التغير المناخي والأمن الغزائي وهذه قضية أيضا مهمة عشرون عاما مرت وحوار المنامة يثبت أنه أكثر من مجرد منصة للنقاش بل نافذة تطل على مستقبل آمن ومستقر للمنطقة والعالم من هنا من قلب البحرين تكتب صفحة جديدة في سجل الحوار الدولي بكل نجاح وتميز ها هي مملكة البحرين تختتم النسخة العشرين من حوار المنامة بحضور نخب فكرية وعسكرية وأمنية واقتصادية من مختلف دول العالم جاءوا لبحث أبرز ما يواجه دول العالم من تحديات ومشكلات وأزمات ووضع الحلول الاستراتيجية لها لضمان مستقبل أكثر أمانا واستقرارا لدول العالم يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر شكرا